لتعلم أن الرجل في قدرته على استيعاب المسار الذي مر به علم التفسير يقدم لك علم التفسير وكأنه شخص يتحرك أمامك في محطات معلومة تستوعبها هذا الرجل كان خطبا وكان يقول لي أنا وارث الخطابة على الأستاذ عبد العزيز الثعلبي والثعلبي أبرز خطباء القرن كما وصف الشيخ عبد العزيز الثعل ببلون منازع هو أبرز خطباء القرن العشرين هذا الرجل تقلب خرج من تونس في سبع وعشرين بعد أن أسس الحزب الدستوري سنة عشرين الذي سرقه منه برقيبة الذي أخذه منه برقيبة في مغيبه وكان هدفه أن يهيأ ليكون عوضا عن الخليفة المفقود الخليفة التركي لأن العالم الإسلامي شعر بفقدان قيادة فكان يهيأ مجموعة من الأفراد بينهم الملك فؤيد الأول والمؤتمرات المتتالية التي أقامها كانت في نطاق إبراز دوره على المستوى العربي والمستوى الإسلامي لكن الشيخ عبد العزيز الثعلبي كان بفكرة الجامعة الإسلامية كان يفكر في الجامعة الإسلامية وانطلق من تونس لينتقل إلى الشام وينتقل إلى الحجاز انتقل إلى تركيا إسطنبول انتقل إلى الهند انتقل إلى العراق انتقل إلى اندونيسيا فالشيخ عبد العزيز الثعلبي تميز بحذقه للغة العربية والخطابة شيخ الفاضي بن عشور يقول أنا وارث شيخ عبد العزيز الثعلبي شيخ الفاضي بن عشور هذه شخصية ظهرت على مسرح الأحداث الاجتماعية وعلى مسرح الأحداث النقابية نهيكم أنه أسس مع المرحوم المناظر العظيم النقابي الوطني الشهيد فرحات حشاد أسس سويا الاتحاد العام التونسي لشغل وهو أول منظمة نقبية في العالم العربي وهو المنظمة القائمة إلى الآن سنة ستة واربعين وتقمص فيها شخصية الرئيس كان رئيسها في حين أن المرحوم وهو عالم من الزيتونة وهو عالم من الزيتونة بإمامته وكان يجوب البلد المشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا يجمع الناس وحديثهم عن حقوق العمال في الإسلام ويؤسس ذلك بالكتاب والسنة